بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى الشتاء غنيمة العابد ميدان الطاعات ليله طويل للقيام ونهاره قصير للصيام والمطر ينزل للدعاء والوقت كاف لذكر الرحمن وقراءة القرآن فاغتنم هذه الأوقات في الطاعات ولا تجعلها كالذي فات روى الترمذي في سننه عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء وقال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أدلكم على الغنيمة الباردة قالوا بلى قال الصوم في الشتاء ومعنى الغنيمة الباردة أي السهلة لأن العطش لا يصيب الصائم في هذه الأوقات ولا في هذه الأيام وكان ابن رجب رضي الله عنه يقول ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف إذا قامه الإنسان وقيام ليل الشتاء يعدل الصيام في نهار الصيف ومن هنا فإن على المؤمن أن يغتنم في هذا الفصل الوقت للطاعة والعبادة والقيام والصيام وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول مرحبا بالشتاء تكثر فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام ومن عظمة الشتاء أن الإنسان يؤجر فيه على أفعاله وعباداته فالمؤمن إذا توضأ مثلا وأسبغ الوضوء ضامن أن الله سبحانه وتعالى سيمحو له الخطايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرت الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وقد مدح الله المؤمنين في تركهم للفراش وللدفء لا سيما في فصل الشتاء وقال سبحانه وتعالى عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قيام الليل في الشتاء ونيمة ووقت عظيم ثمين يجب على العبد أن يستمر فيه بل أن يحرص عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ولذا فإنني أوصي نفسي وكل المشاهدين ألا نترك ليلة في الشتاء إلا بصلاة القيام ولو بركعتين ولا نترك الوترة مطلقة ولو بركعة واحدة فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بل أمر بقيامه قال تعالى يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ولأهل القرآن الجو هادئ لذكر الرحمن ولقراءة القرآن في هذه الأوقات التي يسكن فيها الإنسان في بيته بسبب الأمطار قال الله جل وعلا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الشتاء غيث قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فالشتاء رحمة وأعتب على هؤلاء الذين يتأففون ويتحدثون عن فصل الشتاء على وسائل التواصل بما لا يليق مع الدهر ومع الزمن أرجوكم أن نتوقف عن هذه الكلمات وهذه الأنات فالأيام أيام الله قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه الخيرات وفي كلامه عن الشتاء تحدث عن قريش فقال لإيلة في قريش إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فصل الشتاء فصل الأعجيب رعد وبرق في السماء طمع في القلب وخوف ورجاء والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته تحدثت الآيات في سورة الرعد بعد آية التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لكم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا بين الخوف وبين الطمع بين الخوف والرجاء يجب على الإنسان أن يصرف نفسه بل أن يذهب بقلبه لربه فيسجد ويقترب من سجد وجد ومن وجد حصد ومن حصد فقد نال المدد وهذا كله في أيام الشتاء كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم